نرجع تاني بقى ونتكلم على اخبار القرى الصمراء مع نجم كوالسها ماهر جنينة ماهر مساء الخير مساء الخير كبت بركية كله بخير الحمد لله كله كويس كله تمام الحمد لله الاستاد تفتح خلاص تح السنغال اكيد خلاص فيه افتتاح كبير جدا عملته هناك الدولة السنغالية بحضور النجوم العالم منظر الاستاد حتى يعني شكله مختلف عن الاستادات اللي موجودة في السنغال او الاستادات اللي موجودة في القرى الافريقية حضر الافتتاح امفانتينو رئيس الفيفا ده منظر الاستاد من الخارج والتصوير من الخارج وده منظر المدرجات من الخلف لا فعلا منشأة رياضية كبيرة جدا في القرى الافريقية السنغال من الدولة المتقدمة في القرى الافريقية عكس الكاميرون لا عملنا استاد يليك بالدولة هناك او بمنتخب السنغال حامل لقب بطولة الامم الافريقية وده بقى الملعب اللي هيستضيف مباراة منتخب مصر ملعب جميل جدا كابتن سيف حتى المباراة اللي اتلعبت عليها هنشوف لقطات برضو منها معانا لا كل الناس اللي لعبوا عليه نجوم العالم كلهم سامول اتو كان موجود دانيل اموكاش كان موجود كابتن واي الجمعة كان متواجد ديه دروكبا لا اسماء كبيرة كل خليله فديجة هنري كامارا الحاج ديوف كل نجوم الكرة السنغالية كانوا متواجدين وكبار نجوم العالم كانوا متواجدين دا الملعب اللي منتخب مصر هيلعب عليه اللي مباراتهم في تصفات كاس العالم اول نصف الشعب في السنغال عايش نفس لحظاتنا هنا كده عايشين نفس اللحظات بس عندهم ثقة كبيرة جدا يعني هم شايفين فوز منتخب السنغال على منتخب مصر في طولة الامر الافريقية عاطيهم ثقة بشكل كبير جدا دا حلو دا حلو انا شايف ان دا حلو جدا كلما تيكي تتكلم مع حد صحفي او مع اعلاميين هناك لأ هم بيتكلموا ان هم ضمنين حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر او على الفيسبوك اما تيكي تشوف تعليقاتهم او كومنتاتهم لأ بيتكلموا ان هم خلاص ضمنين الوصول منتخب السنغال في كاس العالم شايفين ان هم فرقين على منتخب مصر بشكل كبير وانا شايف ان كل دا في مصلحتنا الوحيد اللي تكلم عن منتخب مصر بشكل كويس اليوش السي دي لقطات ايه؟ دي لقطات من اللقاء كابتنو الجمعة وجنبه حاجي طبعا نجم الكرة المغربية اكوشا دي دي دروكبا الاسماء كبيرة كانت متواجدة في اللقاء ووحدة اللقاء جيرمي نجم الكرة الكاميرونية هنري كامارا خليلو فديجة صار سامو القتو لا اسماء كبيرة يعني اسماء كبيرة تواجدت كلهم وحضروا اللقاء حتى رئيس الدولة نفسه يعني حضر اللقاء واول اللقاء رسمي بقى يكون لقاء منتخب مصر شايفين طبعا امنع شاشة دانيال اه اموكاشي ومع خليلو فديجة وهنري اه كامارا والملعب كان ممتلئ الزمن غير النجوم اكيد يعني والملعب هيكون بالشكل ده يعني حداك الشكل اللي حداك شايفه امامنا على شاشة الحضور الجماهيري هيكون بالشكل ده غريب ان الملعب اللي احنا شفناه هو ده بره مدخله هو ده مدخل بقى الطريق دي ناس ما عرفتش تدخل دي ناس ما عرفتش تدخل الملعب من جوه حاجة مبارة حاجة تانية خار حاجة مختلفة تماما يعني كل اللقطات دي لقطات وصول النجوم بقى لكل جنسيات العالم اللي حضروا اللقاء وحتى منظر الحضور الجماهيري بيديك منظر ان لا ده ملعب في اوروبا ملعب مش ملعب في افريقيا ان شاء الله يكون الملعب ده فتحة خير لمنتخب مارك تفرجوا على الملعب ده كويس ان شاء الله باذن الله باذن الله نحتفل فيه اكيد ان شاء الله يعني يكون عبورنا لكاس العالم هو الملعب ده مقفول جمهور اه كان مقفول هو في افتزاحه كده اه اه ده في الافتزاح وفي ناس ما محضرتش كمان يعني في ناس كانت موجودة برا يعني الكلام اللي بتقال ان افدع في العدل كان موجود في افتزاح الاستاد بس في افتزاح الاستاد مالماتش مصر هيكون متقفل ماتش مصر هيكون متقفل جمهريا يعني هناك عندهم كدرة كبيرة جدا كدرة شرائية انهم يشتروا تذكرة المباراة اين كان سعرها دولة متميزة في افريقيا دولة اقتصاديا آآ عليا فبالتالي اكيد بالنسبة لهم والله بص احنا ان شاء الله بازن الله تبقى تجربتنا كويسة مع دا ويعني نتعرف عليه بس هم متعرفين على السادة الكاهرة قبل كده هم متعرفين على السادة الكاهرة وخسر ونهائي 2019 امام منتخب الجزائر على السادة الكاهرة واقول حدق قصة يعني كمان آآ اليوس السي محبش ان هو ييجي مصر يعمل معسكر طويل اليوس السي كان فيه اقتراحات من جانب الاتحادس هيجي قبل المطش بيوم واحد بس هايسافر هيعمل تجمع الاول في فرنسا اللعبة كلها هتيجي من اللعبة كلها محتلفة في اوروبا بالنسبة لهم فرنسا سهل الموضوع هيوصلوا فرنسا هيتجمعوا فرنسا وبعدين الخطوة تانية بعد فرنسا وفوك هتبقى مصر لأ فضل انه يروح المغرب مغرب نفس الجو بتاع مصر نفس الاجواء ويجي مصر قبل اللقاء بيوم يتضرب تمرين على ارض الملعب ويلعب تاني يوم اللقاء ده اللي فضله قاليو سيسين يعمل كده يعني ليه الناس اللقاء من اللعبة السنغال عشان اللعبة السنغال اسماء كبيرة يعني احنا لو بنتكلم على اللعبة السنغال فبتتكلم على واحد افضل حراس العالم ادوارد ميندي البندفاع كاليدو كلوبالي نجم نابلي ديالو نجم باريس سان جيرمان بتتكلم على طرفين سواء صارف بيلعب في بايرن العلماني السياس بيلعب في نانسي الفرنسي ده كده خط الدفاع اقول حكي على حاجة تانية بقى خط الدفاع اللي احنا بنتكلم عليه تحديدا لمنتخب السنغال مرشح وانا اقول حكي دي حاجة يعني ممكن الناس تسمحها لأول مرة مرشح اتنين يدخلوا القايمة لأول مرة مع منتخب السنغال ملان جسار قلب الدفاع على تشيلسي هو مش بيلعب اساشري في تشيلسي ده مع الجنسية الفرنسية لعب في منتخب فرنسا لغاية 23 سنة اليوسوسي تفوض معاه وطلع له بسبور سنغالي وممكن ينضم لمباراة السنغال لأول مرة في تاريخه انه يمثل منتخب السنغال ده ممكن يكون ملان جسار متواجد نجم تشيلسي وعلى الجانب الاخر يوسف سابالي يوسف سابالي عمود اساسي من اعمدة منتخب السنغال سواء بيلعب بكرايت بيلعب بكرايت لعب جوكر لعب محوري لعب عنده 28 سنة كان بيلعب في باريس سانجرمان ولعب في الدوري الفرنسي وبعد كده ده يوسف سابالي ده مش لعب يعني لعب ما اعتبرش لعب قديم على منتخب السنغال ده لعب معاهم كاس عالم 2018 في روسيا لعب معاهم بطولة الامم الافريقية في الكاهرة لكنه غاب عن البطولة الاخيرة بسبب اصابة طويلة مع فريق بردوب اصاب العام الماضي في شهر 8 الاصابة رجع منها في نص شهر فبراير الحالي مع فرقته ريال بيتيس وبنسبة كبيرة هيكون متواجد برضو مع منتخب السنغال يبقى يوسف سابالي ممكن نشوفه وجه جديد وملان جسار اللي هو قلبة فاعة تشيلسي ده ملان جسار اللي أمامنا على الشاشة قلبة فاعة تشيلسي ده اللي ممكن يكون متواجد بس حتى لو كان متواجد هيلعب الحساب مين كاليدو كلوبالي نجم نابولي ومن أعظم مدافعين العالم من وجهة نظري ودياله نجم باريس سانجيمان لأ مش هيقدر يلعب الحسابهم بس هو اسم قوي بيلعب في تشيلسي الإنجليزي لعب مثل منتخب فرنسا في كل الفئات السنية أول مرة ممكن نشوفه هو الآخر مع منتخب السنغال ده اللي بيفكر فيه قال يوسف ساي معتمد على القوام الأساسي يوسف سابالي بالنسباله لعيب مش غريب لعب لإسمه في صفوف منتخب السنغال عنده خبرات لعب كاسعالم أمام أفريقيا فشايف إن إضافته مع الفرقة محتاجها في الوقت ده وقال كمان على يوسف سابالي تحديدا قال أنا يوسف سابالي كان يعني كان لو كان متواجد معايا في بطولة الأمة الأفريقية الأخيرة في الكاميرو كان هيفرق معايا بشكل كبير لو لا الإصابة وما كانوا محفوظ معايا في صفوف المنتخب السنغالي قال يوسف ساي شايف منتخب مصر إزاي؟ قال يوسف ساي هو الوحيد اللي بيتكلم عن منتخب مصر بحذر شديد قال يوسف ساي من المدربين الأسقياء بيجيد التعامل بيجيد التعامل الإعلامي أو التعامل الصحفي أو التصريحات مدرب زكي في النقطة دي تحديدا بيتكلم إن منتخب مصر منتخب قوي عايز يوصل رسالة للعابتو إن منتخب مصر منتخب قوي التعامل مع العقليات مع اللعب المحترفة عكسه Rome تتعامل مع اللعب المحلية تتعامل مختلف تالنهارده بتتعامل مع اللعب بيلعف ليفربول نجم ليفربول بتتعامل مع لعيب بيلعب في نابولي مع لعيبة 3 أو 4 لعيبة موجودين في باريس سان جرمان بتتعامل مع لعيبة بتلعب في أعظم أندية العالم فالتعامل المهم بيكون صعب إلى حد ما لعيبة عندها ثقة زيدة جدا دي وجهة نظر اليوش السي شايف أن لعيبة عندها ثقة زيدة من هزيمة أنهما يغلبوا منتخب مصر وحققوا بطولة الأمم الأفريقية هو عمال يتكبر في منتخب مصر بيوريهم أن منتخب مصر عنده خطوط مهمة عنده لعيبة اعيزة يوصل ده هو على حال الي بتكلم عن منتخب مصر بشكل جيد عكس اللعيبة لك لا اناynthمانيه والي انا شايفه الحمد Skymash وإن هما بيتكلم وكيدا والحمد Skymash إن هما عندهم الثقة دي عكس اللعيبة أزاي اللعيبة عندها ثقة اللعيبة عندها ثقة بشكل كبير جدا اللعيبة بتتكلم من منتخب مصر حتى على الانستجرام بدأ يكتبوا حاجات أو من بعد يعني كايو تي كان بيكلم في الموضوع ده قلبة فاع باريس سان جرمان بيكلم ان المباراة اللي جاي سهلة وان هو فرقيته ممكن تكون متواجدة في كاس العالم اكتر من لعيب كل التصريحاتهم يعني ما بيكلموش عن منتخب مصر بشكل قوي كفاية واحنا مش عايزين اكتر من كده بس ده اللي احنا عايزين وده اللي انا شايفه ان هو في مصلحتنا السقة الزايدة دي اكيد في ارض الملعب هتكون في مصلحتنا ان شاء الله ونعمل نتيجة ايجابية من لقاء الزهابي يعني طيب